أهلا وسلم بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم حج عراق تقدرون أن تشوفكم كل حلقاتنا على المواقع التي تخرج دائماً بأسفل الشاشة بالسوشيال ميديا، الإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب وإن تقدرون أن ترسلوننا أي شيء يجبونكم على موقعنا الخاص www.sotunmustakbel.com اليوم حلقتنا مهمة وأيضاً تتكلم عن الأوضاع الحالية التي ستتسارع من المحافظة إلى المحافظة في ظل التظاهرات الموجودة وتقابلها حركة بطيئة جداً من الحكومة وهذا الذي سنرى بالسوشيال ميديا ومن تعليقات أغلب الناس والناشطين المدنيين وحتى الإعلاميين وكل العراقين طبعاً اليوم لماذا يبقون المتظاهرين ينتظرون الحكومة؟ وإذا صاركوا حكومة انتقالية، ماذا مواصفاتها؟ وحتى إذا صاركوا رئيس وزراء، ماذا يجب أن تكون مواصفاتها؟ حتى نتكلم بهذا الموضوع بالستوديو الإعلامية والمتواجدة دائماً في ساحة التحرير وعصبية طبعاً إن شاء الله النقاش لا يصل إلى مرحلة العصبية أميرة الجابرة سهلاً بيتك أهلاً سهلا بك أستاذ مصطفى وتشرف أتأكيد بهذا الاستضافة الله يخليك، ماذا قالوا لي عصبية؟ والله هي مو عصبية، لكن الوضع العراقي لا يتحمل أن ننقل كل صورة مثل ما قلت لحضرتك وكل الحقيقة يجب أن تنقل نحن كإعلاميين علينا مسؤولية كبيرة جداً عندنا جمهورنا، عندنا متابعينا، عندنا ناس اللي تثق بنا وتنتظر من عندنا تصريح لماذا بهذه المعمعة تصارك كلها بالعراق؟ والله هي أمور هواية صراحة، لا أستطيع أن أحصيها بما أننا نحن حالياً نتحدث عن الموضوع العصبية والنقل للحقائق فليستفزني أن الإنسان من يطلع يدلي برأيها اللي هو شهادة تاريخية بما يطلع بكل الحقيقة يمكن هم لا ملامين لأن القتل يصير والاختطاف وهذه طبيعة الحالة التي تصبح صاحب أي حراك أعتقد أن هذا مبرر، كل من يريد أن يحفظ نفسها ويحفظ سلامتها وأكون هناك ناس بائعة ومخارجة يعني اليوم لديك متابعيك وإذا ترون السوشيال ميديا هواية تنتشر أخبار مزيفة وأخبار كاذبة، هواية أخبار يتلونون كيف تتعاملين معهم؟ نعم، أعتقد وجود الإعلاميين بهذه النقطة تحديدة أو دعنا نبعد عن الإعلاميين، بشكل عام يكون عراقي واعي أكيد لازم تتحمل مسؤولية أن تقوم بسرعة على كل الكلام وتبدأ تحدده من خلال وعيك أن هذا الكلام صادق أو لا وأكيد بما أن أنت مراقب للحدث، أكيد ستأخذ خبرة كافية تأهلك لأن تبين الكلام الخاطئ من كلام السليم من كلام المغرض يمكن أن يأزم الشارع أو يهدئ الشارع بطبيعة الحال، المراقب الوضع من أول أيام وأعتقد أن يوم واحد عشر موجودة بالساحة فأكيد أعرف، يمكن أن نستقرأ اللعبة قبل وقوعها أكيد هي مظاهرات مثل ما نقول وهذه دائماً أردتها الجملة هي مظاهرات ضد الفساد وخلي نقول ضد الحكومة باعتبار أن الحكومات مثل عامل كبير من عامل الفساد أكيد ما كان نوجد سياساتها الخاطئة فأنا أكيد لما أطلع بصوت ضد هذا الفساد أكيد الحكومة أعطتها إجراءاتها ضدي أكيد يعني فمن ضمن إجراءاتها أنه لو ما سيطرت على ردة فعل الشعب وكانت إجراءاتها للأسف سيئة فأكيد بعدها ستستخدم أساليب ثانية نحن واعين لأساليب الثانية الذي صار والذي يصير والذي ممكن يصير بعد فترة من محاولة قمع المظاهرات ما فاد بالسلاح سيفيد ممكن بالبوست الخاطئ أو الكلمة الخاطئة أو المعلومة الخاطئة أو الإشعة الخاطئة ونحن نرى من خلال أسبوع أو عشر تيار تقريبا بدأت ممارسات من هذا النوع تطلع نرى بعض الفيديوات تحاول تقليل من شيء المتظاهرين ونرى سيارة بها بنادات تصوروها نعم أو بنية شرب أرقيلة بالساحة بالنهاية هي ليست يوتيوبية أو المدينة الفاضلة هي ساحة للاعتصام وليظهار الصوت المحتج العراقي يعني أنا إذا أتعمل وإنسان غاضب ما إنسان طالع مرفه أو هو أصلا صار لفترة يعني يتصور من من أربعة عشر عشر موجودة بالساحة تستنفد كل قواك تنهار شنو شعور شوتي بساحة التظاهر موجودة صار لفترة وشنو شعور حتى من ترجعين للبيت يعني تشتاقين لساحة التظاهر من جديد طبعا أكيد أنا حسب التقصير لما أكون موجودة يمكن إحنا هدنا العياء والمرض صراحة يعني هذا الشيء أتشرف فيه وللتاريخ أسجله لكن يوم اللي ما أكون موجودة بالساحة أكون بالمستشفى أشعر بنقص كبير وأنني قصرت بحق الوطن بس قصرت بحق القضية على الأقل يعني إحنا مو وطنيين ثوريين ولكن إحنا مجرد مطالبتنا بالوطن يتخلينا ناس أمام مسؤولية كبيرة سلامتك إن شاء الله يا ربي صحة وعافية الله يخليك اليوم إحنا ممكن رايحين نحو حكومة انتقالية نعم أريد أعرف منك وأنت ملمة بهذا الموضوع شون مواصفات حكومة انتقالية حكومة انتقالية نحن حاليا مريد نرسم الحياة على أنه هي سهلة جدا بعد هذا الحراك أول شي كان مطالب متظاهرين دعنا نرجع باكراند الموضوع مطالب متظاهرين هي كانت أنه إسقاط حكومة السعيد عدل عدن مهدي مصحيح؟ هي سقطت لكن أكيد بعدها رح يصير فراغ نحن هذا الفراغ مريد ولا العراق يتعرض لضربات كلش قوية وعين هذا الشيء كمتظاهرين طالبنا بأن تكون البرلمان يكون البرلمان مسؤول عن حكومة انتقالية بمواصفات معينة نعتقد الشارع كلها يعرفها تماماً من ضمنها أنه لا يكون رئيس الحكومة الانتقالية صاحب جنسيتين و لا يرشح للفترة لبعض الانتقالية هذا الذي يطلب الشارع العراق أنا قرأت هذا اليوم، لم أعرف ما قرأتها في موقع لماذا سيصير الوزراء الآن لا تجعله يرشح؟ ممكن تطلع نزيح؟ ممكن ممكن لماذا؟ لكن نحن وفق صراحة الدستور كان ذبح قبل أن يكون منصف للشعب العراقي وعليه الدستير الحالي أعتقد الدستور المؤقت الذي يجعل المتظاهرين بالمناسبة يضمن لك أنه له تعادل ممارسة مرة ثانية لا يجعل لك هذه الاحتمالية نحن لا نريد أن نتعرض الاحتمالية بالتعامل نريد أن تكون كل شيء، واحد، اثنين، ثلاثة لأن صراحة الوضع والشعب العراقي لا يتحمل لأن يكون واحد، اثنين، ثلاثة، فقط لماذا كنت شخصيات قاعد نسمع فاق الشيخ علي نعم 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 عناء نعم نعم شارع العراق يريد اتفق على شخصية سبع المشاهد السياسي ولا للثمين المشاهد السابقة يريد شخصية والعراق اقتر هاي غني بهذا من نجير عبد المهدي لا يوجد بعد السيد العبد المهدي منوث ان who منى الحكومة؟ شعب تعداد حيث سعبتة 37 مليون ما ً لم يضع النسان ممكنisonidoea حيث ولكنني رأيتك قبول على بعض الشخصيات منهم لكنهم أكثر قبولاً، رأيتهم بالميديا وهذه أكثر غير موثنقة من حسين عبطان ووجغاتي كأن العراق اليوم رايح على قاعد عسكري ممكن؟ أنتم تريدون قاعد عسكري كمتظاهرين؟ قبل فترة انتشر هاشتاك موجود للهزام المساح عبدالوها بساعدي أيضاً عبدالوها بساعدي شخصية غير لا عليها غبار بصراحة بالنسبة إلياني، ما ذاكتش عن المتظاهرين؟ أهل مقياسكم؟ مين تعرفون؟ عبدالوها بساعدي مقاتل قام بالدورة على أتم وجه وحتى إشغاتي؟ من هذا الباب، أو ليس على أساس، هو فعلاً حقيقة أنه ساهم في إرجاع مناطق متعددة إلى حضن العراق وخلصنا من إرهاب داعش بس على أن تقول لي أنه لا يوجد غيره، لا أطلاقاً أكيد أوجد غيره وأكيد أفضل من عنده يمكن أن يكون هو أسلم الحلول أو أقصرها مثل ما يقولون لكن لو تنظر لبعد أبعد من هذه الفكرة تجدون أن يكون هناك ناس كفؤين أن يجرون عملية سياسية للمرحلة الإنتقالية فقط زين، أستهنا، نحن نعلم عن إنتقالية بعد ما لا نعلم أكيد، عن إنتقالية يعني اليوم المتظاهرين يردون، جاوبنا عن هذا السؤال أنه سؤال مهم يردون قائد عسكري أو يردون قائد مدني؟ نحن طلعنا النادي بالوطن، من طلعنا النادي بعسكرة الوطن؟ يعني كل المتظاهر طلع عنده يقول لك أنا أريد وطن، وهذه جملة كل شيء مهمة يتعامل ويا الإنسان على أنه هو منظومة متكاملة، قيمة عالية ينطيني السلام، وينطيني الإنسانية، وينطيني الإحترام لذات البشرية بهذه الحالة أنت أكيد لا تريد قائد عسكري، لكن لو فرض علينا تصور ممكن، أو لا يفرض علينا، فرض علينا الواقع يعني الأفضل هو قائد بالدني؟ طبعاً، طبعاً، تتقبلون شخص مشاركة في العملية السياسية؟ لا، أطلاقاً، واحدة من الشروط التي ظهرت حالياً، أنه لا يخافي على الكل، قلت لحضرتك أنه لا يكون صاحب جنسيتين، أنه لا يكون ساهم في المشهد السياسي، يعني العمليات الإدارية وترأس في المناصب معينة إلى حد مدير عامة تصور حسب ما هذا وصني أيضاً أن يكون مرضي أو يتفق عليهم من قبل الشعب العراقي تفاصيل أخرى نزلت بشخصية الشخص الذي يمكن أن يتولد، وأن لا يرشح للمرحلة القادمة، وهذه جداً مهمة، لماذا لا يرشح للمرحلة القادمة؟ حتى لا يبين ميولة بأن استحصال الكرسي ممكن أن تكون بعد الفترة الجاية، لو جاءك شخص يقول لك فقط أحكم لي فترة ستة وشهر أو سنة، هذا سأعتقد أن تتمؤمن عنده، ما هي المطالبة عنده ستة وشهر؟ هو سيساهم مع البرلمان في تعديل الدستور أو سنة دستور جديد، يعني لماذا؟ وتعديل القانون الانتخابات، وعلينا ندخل الانتخابات جديدة؟ كل هذه التفاصيل، لأنه سندخل الفراغ دستوري، وهذا ما نريده، أكيد أميرة، ما تتوقع المرحلة الجاية؟ المرحلة الجاية تسأل عن الأسبوعين أو الثلاثة أو الشهر؟ أسألش على الشهر القادم بأكمله؟ سنشهد صراعات مع الدولة، صراعات فيسبوكية لربما سنشهد صراعات وتحاول أن تضعف هذا الحراك أو تصمع على الأقل بوصمة الشرس المجرم حتى تحرك وهذا يستمر في فترة الثلاثة؟ نعم، كان مجرد أنه أعطاء شر المتظاهرين أنه دخلوا الخضراء والخضراء نحن نعرفش بها، ما بها سياسي، بس بها أنتو صدت وأطعالان مناسبة للمضافاتي اليوم، نشكر كل الإعلاميين، وكل الفنانيين، وكل عراقي غيور ساهم في نشر هاشتاك بأنه خليكم سلمين، ولا حد لي عبد الله الخضراء نعم، شكرا جزيلا لكم لا، بالعكس، بالعكس هذا ممكن أن نحن مقومين على مذبحة طبعا أكيد، لأنه هي الخضراء، ما بها الخضراء؟ ما بها سياسي، بس بها مؤسسات دولية، مجرد أنه يتم اعتداء عليهم هل يتم مندسين في هذه الثورة؟ طبعا أكيد، نحن نحن مملاقة طالعين، وناص غاضبين، وممكن هو ما عنده وعي يوح يهاجم أي مؤسسة دولية بالتالي، أنا، دع شوفك أنت، حتى علاقة قوية بالديسر، بتظاهرات اليوم، طبعا أكيد ومن الملطيش نص دقيقة، وتوسطين رسالة للمتظاهرين، بهاي كان مرتشم شكرا لكم يا شباب أكتوبر، لأنه أنتوا عدتوا الوجه الحقيقي للعراقيين، ورجعتوا هيبتنا، ورجعتوا احترامنا عند الآخرين كل يوم دى نسبة أنه هاي هي ثورة وعي، الحمد لله أنه هي فعلا ثورة وعي أكثر من كل التفاصيل اللي ألصقت بها أنتوا كنتوا قد المسؤولية، والحمد لله والشكر، الدم العراقي بخير، والشعب العراقي بخير، والعراق بخير بكم والعراق أيضا بخير بأمثال استأميرة جابري الإعلامية، أنا كل السعيد بحضورك، ونورتيني جدا اليوم بالعكس، أنا أهل مسهلا شكرا أعزائي المشاهدين، مثل ما سمعتوا، أنا دائما أفرح عندما نرى اليوم حسوة عالية جدا ومثل مقالة استأميرة اليوم، نحن ممكن مقبلين على إشاعات كثيرة بالسوشال ميديا وأكيد الحلقة القادمة نتكلم بها أيضا على السوشال ميديا وكثيرا من الأخبار الكاذبة وشون نقدر نتصدق إليها بالأخير طبعا نقول إن شاء الله يا ربي بردا وسلاما عن العراق والعراقين بالمرحلة القادمة وصلتوا إلىكم في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتظروني بالحلقة الجاية، مع السلامة